السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إحنا المرة اللي فاتت خدنا الـ functions والمرة دي هنبدأ في أول حاجة أساسية في الـ object oriented أو البرمجة الشيئية يعني وهي الـ classes إيه هي الـ classes يعني إيه classes وإزاي نستخدمهم في الكود بتاعنا تعالوا مثلا ناخد مثال بسيط على اننا عندنا data type مختلف يعني مثلا ال data types ان احنا عارفينه قبل كده زي boolean والانتجر والسترينج وغيره لو قلنا مثلا ان ال boolean ده data type من صفاته انه بيقدر ياخد قيمة true او false دي صفة من صفاته تمام طيبان لو عندي مثلا برنامج بيتعامل مع كلية مثلا هو برنامج لو حضور الطلبة وغيره او ايا يكون البرنامج بيتعامل مع الكلية وفيه طلبة كتير كل طالب ليه كذا صفة الصفات بتاع الطالب مثلا ان هو عنده اسم عنده عمر عنده جي بي اي او التأدير التراكمي بتاعه في الكلية ففيه ثلاث صفات هم موجودين في كل الطلبة الموجودين في الكلية انا عشان اتعامل اه مع الطلبة لازم ايبع عندي متغير اسم وانا مش هقل بقى كل شوية اكتب التلاتة دول وهتعامل معهم ازاي وهناديلهم ازاي وبعرف الاسم ده بتاعه انهي طالب فيهم فلازم يبع عندي متغير اسم دي احد استخدامات الكلاسز اه في وهي ان ان انا اقدر اعمل جديد بالمواصفات اللي انا شايفها او اللي انا عاوزها احط فيه الاتريبيوتس اللي انا عاوزها او يعني اللي انا عاوزها واحط فيه كمان اللي هو بيقوم بيها اللي انا شايف المفروض هو يقوم بيها تمام وبعد كده استخدمه اوعيد استخدامه في كل حتة في الكود بتاعي ما فيش اي مشكلة تعالوا مسلا نعمل اسمه زي ما احنا جزت قاعدين هنكتب كلمة وبعد كده نسميه نكتب لازم اول حرف يبقى واول حرف من كل كلمة تانية يبقى يعني انا او كتبت كلمة بعدها هيبقى الحرف الاول فيها وبرده وبعد كده هفتح عشان احط جواه بتاعته طيب بتاعته زي ايه زي مسلا هو عنده اه نيم سترينج نيم تمام وعنده اه برضه ايج ادي سترينج ولا نخليه مش سترينج نخليه انت ايج مسلا ادي ايج وعنده الجي بي اي بتاعه تعالوا نهايت بس الحاجة ديت وعنده الجي بي اي بتاعه انخليها اه دابل جي بي اي دابل جي بي اي تمام تعالوا نخليها مادئيا نالابل تمام احنا المفروض ان احنا اخدنا الدرس بتاع النال فارجعولو لو انتم مش فهمين انا ايه اللي انا بعمله هنا احنا نخليه نالابل تمام اه وبعد كده انا ممكن استخدم ده كداتا طيب فوق يعني فاكرين لما انا كنت بقى استخدم مسلا اقول انت او انت اكس اكوال عشرة فاكرين الكتابة ديت انا كده بعرف المتغير اكس من نوع انتجر وبقى خليه له قيمة بتاعته عشرة طيب انا هنا هعمل بقى متغير من نوع جديد اهم ايه مسلا هو انا اسميه كده على اساس ان انا عندي ممكن يبقى اس تلاتة اس اربعة وهكزا هاي ساوي ايه بقى في الكلام ده بصوا اتعرف معي عادي يبانا كده بقى عندي متغير من النوع ايه هو النوع اه هو النوع اللي تحت ده يعني لو جيت بصوا كده لو انتم فاكرين هيجيب لي ايه هيجيب لي الصفات بتاعته اللي انا لسه كتبها له زي تمام يعني انا لو جيت قلت مسلا اه او اس وان دوت نيم اكوال احمد تمام خلاص هياخدها معي عادي جدا فيش اي مشكلة عنده لو قلت له اس وان مسلا دوت جي بي اي اكوال تسعتاشر خلاجات تسعتاشر او عشرة لا عشرة ايه باتسعتاشر تمام هيقول لي ماشي لا فيش مشكلة لو جيت عمل للاس وان دوت نيم او اس وان دوت جي بي ايه عادي هيعمل لي برينت عادي ادي برينت ونقول له اس وان دوت جي بي ايه تمام ونحط سمي كولن ونعمل رن هيقوم اي اللي ايه الجي بي اي بتاعه تسعتاشر تمام قبل الجي بي اي بتاعه تسعتاشر تمام لو عملت اس تو ينفع اه عادي اعمل اي متغير اه بنوع اه ما فيش مشكلة عندي ادي اس تو مسلا اكوال ستيودنت تاني وان فاتح كوسين وان حقط سمي كولن عمال لي متغير اسمه اس تو طيب انا لما باجي اعرف المتغير من نوع ستيودنت هنا طبعا لازم يبقى كابيتل نسيت اعملها كابيتل تمام طيب انا عندي لما باجي اعرف متغير من نوع ستيودنت بكتب بيساوي ستيودنت وان فاتح كوسين دائريين ايه ايه كلمة دي ايه معنى الكلمة دي معنى الكلمة دي ان باخد او بنادي بتاعه طب فين هنا انا مش شايف يعني ده يعني ده بيتنشق بدون حتى مكتبه في ده بالنسباله هو طيب لو انا عاوز انشئ واحد تاني غيره يبقى مختلف في بعض الحاجات المختلفة ينفع او ينفع عادي جدا فتعالوا هننشئ واحد كمان او هننشئ بمواصفاتي انا اللي انا عاوزها تمام وانا ما ينفعش انشئ اكتر من واحد بس ديفولت كونستركتور لو عايز انشئ كمان كونستركتور هيبقى حاجة اسمها تمام يعني ايه الكلام ده تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض اول حاجة عشان ننشئ كونستركتور هو بيبقى اسمه بنفس اسم كلاس فانا هقوم كاتب تمام وقوم فاتح كسين كده بقى كونستركتور بتاعي وقوم فاتح عشان نكتب جواه اي حاجة انا عاوزها انا هخلي مسلا ده وظيفته الاسمية معي هو انه ياخد الاسماء او ياخد الصفات بتاعة الطالب ويسجلها لي في كل انا باخده من الطالب يعني ده يعتبر من فانا عايز كل يتسجل بالمواصفات بتاعته يعني باسمه ويجيب بتاعه ويجيب بتاعه كمان تمام طيب انا هعمل الكلام ده ازاي انا هجي اقوله هنا لو انتو فاكرين هتجاقي ان هو نفس الشكل يعني كوسين داريين ومستنين احط فيه ارجومنت وبعد كده كوسين متعرمين ومستنين احط فيها بادي ازا الكونستركتور اقدر اعتبره فانكشن اه اقدر هو النوع معين من الفانكشنز تمام فممكن احنا نتعامل معاه زي ما بنتعامل مع اي فانكشن عادي خاص فاحنا هنقوم ايليم هنا فوق مسلا نكتب ان هو هياخد سترينج اهو نيم وهياخد برضو التانية انت ايج هدي انت ايج وهياخد التالتة اه دابل جي بي اي دابل جي بي اي هدي انجي بي اي تمام كده انا كتبت الكونستركتور بتاعي تعال بس نوسع كده شويش اني بشايفين جوه الكونستركتور بتاعي هخلي كل من الفوق دول يتعرف يعني ايه يعني هاجي مسلا اقوم اقيل النام بصوا كده معلش انا هغير الاسامي هنا اخليها مسلا النام وهنا اج وان تمام واجي بي اي وان اقادي انا بس بغيرها لحاجة في دماغي كده هفاهمها لكو دلوقتي تمام واقوم اقيل النام بيساوي اقوم اقوم واقوم اقوم 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 واقوم واقوم اقوم اقوملة النام بيساوي النام بيساوي القطف المزم one خواه بتاعات اي reaches in او ايه وهو احسنا معي انه خلاص اشألي كده بالنسباله انا تماما يامي طبعا عنشين السيمي كولن لان السيمي كولن مش يعني الكونستركتور مش جايزة بنحطه غير سيمي كولن ماينفعش اصلا ولا الفانكشنز كمان. تمام? فاحنا هنا خلينا ان الكونستركتور ده هلازمته ان هو ياخد المتغيرات الاتية عشان يسجلها في كل اوبجيكت انا بعمله. لو احنا طلعنا فوق هنلاقي ان الوبجيكت الاولاني عمل لي ارور. والوبجيكت التاني عمل لي ارور. لان قال لي ان الديفولت دلوقتي ماينفعش هسيبه فيها دي. لازم احط فيه تلاتة ارجومنت والتل ركويرد. ففي حالة ان انا مش عاوج احطهم ماينفعش لا يovanهم التلاتة ركويرد. وهنا هم يعني على حسب الكنام ده احنا شرحينه في الدرس اللي فات بتاع ممكن ترجعوه له عشان هو مهم جدا. تمام? فتعالوا هنحطه التلاتة ارجومنتس هو عايزهم. اول حاجة هو عايز الايم. فهاكم اي ان له اي ان له مسلا احمد. تمام? والتاني حاجة هو اقلله مسلا اه تمنتاشر. وتالت حاجة هو عايز هنقول له مسلا اتني بويند فايف. ايه رأيكم بالكلام ده? شال الارو. ليه? لاني بعت له التلاتة بوزيشن. طيب لو انا جيت قلت له بقى بص امسع الكلام ده كده. وامتعي له اطبع لي انا ما عملتش بيساوي كزا. بس انا بعتهم له في فوق. ده معناه ان هو خلاص تسجله بنفس القيمة اللي انا بعتها هنا. ازا لو جيت اطبعها هيطبعها لي عادي جدا. طبعا هو اجيب عشان التاني ده انا لسه ما مليتوش. خلاص نمتسحه احنا مش مهم عندنا ده دلوقتي. فاحنا بنشوف نعمل اه. قال لي بتساوي اتنين ونص. تمام? طيب هل انا ينفع في هنا احط مسلا اي ينفع عادي جدا بنفس الطريقة اللي كنا بنتعامل فيها مع ازاي? هنحط بقى المربعية او المنعرجة اللي هو او آآ وممكن نكتب بقى احنا عايزين نعمل خلاص ممكن نعمله برضو ونحط قبل الارجومنت اللي احنا عاوزينه نحط كلمة آآ زي الكلام ده مشرحناه في بالزبط. لان هنا او هو عبارة عن نوع معين من طيب احنا اختصارا ممكن نعمل حركة كده نختصر الموضوع كله. بس قبل ما نعمل الحركة دي تعالوا ما قلوك حاجة. لو انا قمت شايل الواحد ده. بصوا وشلت الواحد هنا. وشلت الواحد هنا. ايه اللي حصل معايا? اداني ليه? اه بتعالوا بس نشيل الواحد هناك اول. وهنا. وهنا. طيب تعالوا نعمل ران. اه ايه اللي حصل? اداني نل. ليه? مش انا لسه بعيتله اتنين ونص في جي بي ايه? يعني المفروض انك جي بي ايه هنا? بقت اتنين ونص. يبقى هو يطبعها لي هنا باتنين ونص? ليه طبعها بنل? طب تعالوا مسلا نعمل النام خليه يطبع النام كده. ادي النام. اطبع يا عام النام. اداني ايه? نل برضو. ازا هو هنا متعرفش على القيم اللي انا بعتها له اصلا. ليه متعرفش عليها? عشان انا ملغباته هنا تحت. قلت له النام بيساوي النام. هو مفكر ان انا اصدقى النام ده? بيساوي ايه? بيساوي النام ده برضو. فهو هيعمل ايه يعني. ما انا مش فاهم اي حاجة. تمام? وبعدين مفكر ان الاج ده بيساوي الاج ده نفسه. يعني والجيب ايه ديت? بتساوي جيب ايه دي نفسها. ازا هو ما وصلش انه يعرف المتغيرات اللي فوق اللي انا حطيتها فوق في نفسه. ازا المتغيرات اللي في نفسه ما تعرفتش. هي زي ما هي. فاضية. ازا عشان انا افاهمه. ان انا اصدقى بالنام الاولاني. النام اللي جوه. انا هعمل كلمة بسيطة خالص ما هنا زيس. كيوورد اسمها زيس. فقوم ايه لزيس دوت. احط زيس دوت. زيس دي معناها ايه? معناها بقوله ان انا اللي جوه هزا الكلاس بيساوي النام ده. يعني زيس دوت نيم معناها النام ده. اللي هو جوه الكلاس. بيساوي النام اللي جايله من هنا. واقوله هنا بقى آآ زيس برضو. ادي زيس دوت ايج. واحط الاخيرة آآ زيس دوت جي بي اي. زيس دوت جي بي اي. اه ايش انا. اي زيس دوت جي بي اي. اذا هو كده بقوله ان زيس دوت نيم يعني النام اللي جوه الكلاس نفسه اللي هو ده بيساوي النام اللي هو ايه? جايله في الارجومنت. وزيس دوت ايج اللي هو الاج اللي جوه آآ كلاس نفسه بيساوي الاج اللي هو جايله كارجومنت. والزيزدو جي بي ايه اللي هو ده بيساوي الجي بي ايه اللي جايله كارجومنت. تعالوا بقى نشوف نعمل رن كده ايه اللي هيحصل? اه الداني احمد. ليه? لانه خلاص اتعرف ان النام هنا هو النام اللي انا بعته له كارجومنت. طيب في شرطة زرقة كده هنا تحت. مش حمرة. زرقة دي مش ايرور. لو احنا بصينا هنا اهتقي هو بيقول لي ان في حاجة ممكن يعملها افضل من كده. وهي ايه? هي الاختصار. اختصار الكود. يعني انا ممكن اختصر الكود ده كله. بدأ معه ده اكتب الكلام ده كله. اقوم مسحه. بصوا كده. اقوم مسح ده كله كده. معي. اهو. واقوم مسح دي كمان. تمام? واقوم جاي فوق هنا هو. واقوم مسح دول كلهم كمان. واقوم جاي. اكتب بصوا كده معي. واعمل شرطة. زيس دوت جي بي اي. وبعد كده اعمل شرطة. وزيس دوت آآ ايج. تمام? واقوم بس كده. كده خلاص. انا تمام. فانا لما اجي اسجل. طبعا انا حطيت الاج قبل الجي بي اي. فهيديني ايرور. ليه? لان الاجي بانتجر. والجي بي اي. المفروض ان هو بضبل فحياخد الانتجر عادي. طبعا لانهم فهو على حسب هيعمل. فاحنا خائلين هنعملها في نفس التراتيب بتاعهم عشان ما ننربطش نفسينا. فهنقوم ايلين هنا وهنا تمام? شايفين الحاجات دي كلها? يعني احنا لما بنطلق فيها بتبقى حاجة كويسة جايجة ان احنا عشان نتعلم ان مفروض نعمل ايه آآ غير كده او ايه هو الصح المفروض نعمله. طيب احنا في الحالة دي اتاكننا كتبنا كل الكنيستراكتر اللي فات. بس هنا بالشكل مختصر. بقول له ان ان تخد الاولاني حطهولي في النم. وخد اخد التاني تاني ارجمن حطهولي في الاج. وخد تالت ارجمن حطهولي في الجي بي اي. وفي الاخر غازي محط سيمي كولون. قدام انا مش عامل آآ الاكواس المتعرجة يبقى انا هحط سيمي كولون في اخر الكنيستراكتر. واقوم عامل غن. بصوا هيشتغل معي خالص عادي جدا هيقول لي احمد. لو انا غيرت مسلا قلت له الجي بي اي. ادي الجي بي اي. عادي هيتبعها لي انها اتنين بوينت فايف. وهكزا لو انا غيرت هيطبعه لي بتمنتاشر. احنا النهاردة كده خلصنا وده درس مهم جدا. استنونا الدرس الجاي ان شاء الله يبقى درس مهم برضو. ونخلص مع بعض هذه السلسلة. مع السلامة.